الراجل ده اسمه سيزاكي مدعي عام في مكتب النيابة العامة في توكيو سيزاكي متجوز وعنده ابنه وشغله عبارة عن انه بيحقق في الافعال الغرقانونية وبيساعدوا في التحقيق واحد اسمه فوميو وفي يوم سيزاكي وفوميو كانوا بيحققوا في افعال غرقانونية بتعملها شركة ادوية وراحوا الشركة واخدوا منها كل الملفات ولما رجعوا مكتب النيابة سيزاكي قال لفوميو الشركة دي اسمها سبيري وبيعملوا تصويق مزيف العقار هم منتجين واسمه اجرس وده عشان ياخروا نزولوا للسوق احنا لازم نبدأ تحقيق وفعلا بدأوا تحقيق وبالليل وهم بيشوفوا ملفات الشركة لقوا ملف غريب بتاع دكتور تغدير اسمه انا بعشين وشافوا في الملف ورقة ولقوا فيها دم مخلوط بشعر وجلد والورقة كان مكتوب فيها حرف اف بالانجليزي كتير بس هم ما كانوش فاهمين ده بيرموز ليه فتاني يوم بدأوا يدوروا على انا باشين ورحولوا بيته بس لما دخلوا البيت له انا باشين ميت فراحوا لمركز الشرطة وتعاونوا مع مساعد مفتش في الشرطة اسمه كوجين وكوجين قال لهم انا بقى كان متوصل بجهاز تغدير بيدخ في جسمه مخدر والجهاز كان متزبط انه يزود نسبة المخدر اللي بيتضخ كل شوية لحد ما اخر جرعة مخدر قتلت انا بقى احنا بنعتقد انها عملية انتحار لان ما فيش اثر لاي مقاومة زاد ان انا بقى كتب وصيته قبل ما يموت بس وصيته ما فيهاش حاجة مهمة المعلومة المهمة دلوقتي ان في راجل وبنت زروا انا بقى قبل ما يموت بشهرين الراجل اسمه انا بس البنت ما نعرفش اسمها فسزاكي يددلوا الورقة اللي فيها الجلد والشعر والدم وقال له ودي كانت في ملف هنا بقى ايبقى افحاصها وشوية وكوجين فحاصها وكلم سازكي واقال له الدم والجلد والشعر اللي في الورقة بتوعنا بقى بس حرف الف ده ما نعرفش هو بيرمز ليه ولسه برضه ما نعرفش البنت اللي زرت هنا بقى من شهرين تبقى مين بس الراجل عرفناه زي ما قلتلك قبل كده هو اسمه عنه ويبقى سكرتير الأمين العام لحزب العدالة اللي اسمه نومارو فسازكي لما سمع اسم نومارو ويتخده رجع لرئيسه اللي اسمه موريناجا وحكى له كل حاجة فموريناجا قال له نومارو من حزب العدالة ده شخص مهم ومرشح نفسه في انتخابات البلدية بتاعت مدينة جديدة جنبنا اسمها شينكي واعتقد انه هيكسب في الانتخابات وهيبقى عمدة مدينة شينكي هتقدر تدخله في القضية فسازكي قال له هقدر ورح سازكي بعد كده لواحد صاحبه صاحفي اسمه هانتا وحكى له القضية وقال له عايزك تحقق ورانو مارو اللي مرشح نفسه في انتخابات البلدية بتاعت شينكي وكمان عايزك تعرف معلومات عن مساعده اانو فهانتا قال له ماشي وتاني يوم سازكي وفوميو بدأوا يتتبعوا اانو ولو مود بنت المسؤول كبير في توكيو عشان يساعد نمارو في انتخابات شينكي ففوميو رح وراء البنت والمسؤول وسازكي يكمل وراء اانو وشوية وسازكي جاء له رسالة من فوميو بيقوله فيها انو في شقة البنت اللي كانت مع المسؤول بس بعد ساعة سازكي جاء له رسالة تانية من فوميو بيقوله فيها شكرا على كل اللي انت عملته معايا وسازكي ما كانش فاهم غرض الرسالة فاعرف مكان فوميو وتتبعه ولا لسه في شقة البنت بس لما دخل الشقة لقى فوميو مشنوع فاتخده تاني يوم راح الجنازة وقال لموريناجا رئيسه في الشغل انا حاسس ان فوميو ما انتحر شو هكمل تحقيق وفعلا كمل تحقيق ورح لكوجين وكوجين قال له ركز معايا الشقة بتاعة البنت اللي فوميو كان مشنوق فيها كانت متأجرة من شخص اسمه فوكياما فوكياما ده بيشتغل مع مرشح نازل ضد نمارو في الانتخابات اسمه اتسوكي بس ازا كيال ازاي ده بيحصل انه يبقى مساعد نمارو وهو اللي خد البنت مبارح بس الشقة بتاعة البنت اللي مأجرها فوكياما مساعد تسوكي والمفروض ان تسوكي ونمارو اعداء وبيتنفسه في الانتخابات ضد بعض انا مش فاهم اللي بيربطهم فكوجين قال له الموضوع شكله اكبر من الانتخابات فسيزا كيال البنت دي اكيد مش هي الوحيدة اللي بتستخدم في الدعارة عشان نمارو ويتسوكي يشتروا بيها اصوات انتخابية من كبار المسئولين اكيد في بنات تانية زي البنت اللي رحت معانه لانابا قبل ما يموت بشهرين ضخط مهمه لازم نمشي وراه فكوجين قال له خد الكمبيوتر بتاع انابا سلمه لفريق فك التشفير ممكن نعرف منه حاجة وفعلا سيزا كي يسلمه وقعد بعد كده يتفرج في التلفزيون على خطاب نمارو وخطاب تسوكي منافسه في الانتخابات وشوية وجاله مكالمة من هانتا فنزل قبله وهانتا قال له في مسئولين كبار دلوقتي رايحين فندق ققان ومودلهم بنت الهناك الغريب بقى ان المسئولين دول جزء منهم بيدعم نمارو وجزء منهم بيدعم تسوكي فسيزا كي قال له هو ده اللي انا مش فهمه خالص اللي يخلي نمارو ويتسوكي بينهم مصالح مشتركة وعلاقة ده بموت فوميو وينبا فهانتا قال له معرفش ومشي وهم الاتنين بعد كده وراحوا الفندق ورا المسئولين ورقبه اللي بيحصلوا بعد انه ما جاب لهم البنت سيزا كي ابض عليها وعرف ان اسمها ايميكو بس في التحقيق ماقدرش يطلع منها بأي حاجة فرح لموريناجا وقال له انا عايز اكبر القضية دي وارفعها للمجلس الامبراطوري فموريناجا قال له هتاعترف من البنت اللي عندك دي الاول وانا هخطبهم واخليهم يجوا بكرة فرجع سيزا كي لاميكو واميكو وقالت له انا هقول لك كل حاجة بس الاول جاوب على اسئلتي وبدأت ااميكو تتلعب بي وتسأله اسئلة شخصية عن مراته وابنه وبعد كده قالت له اكتب الاعتراف اللي انت عايزه وانا همضي عليه وعملت كده بس سيزا كي لما ساب غرفة التحقيق رجع ملقهاش ولا واحد من زميله قاعد مضطرب وقال له ااميكو هربت فسيزا كي ادايق وتاني يوم اعتذر لموريناجا فموريناجا قال له انا خطبت المجلس الامبراطوري وهم هنا دلوقتي يرفع تقريرك عن القضية ايا كان ايه هو وفعلا دخلوا للمجلس بس فاجأة نومارو جيه وقعد معاهم وبعد ما سيزا كي رفع تقريره وموريناجا خدوا المكتب وجاب نومارو معاهم ونومارو قال لسيزا كي انا هحكي لك كل حاجة اول حاجة لازم تعرفها ان موريناجا بيتعاون معايا وكل المرشحين في انتخابات شينكي بيتعاونوا مع بعضه ده عشان ننفذ مشروع اسمه مبادرة شينكي المشروع ده هيخلي مدينة شينكي متطورة واكبر بكتير من مدينة توكيو وهتبقى ارض الاختبار الامم انا مش شرير انا اللي امرت هنا باشين قبل ما يموت انه يحقق مع شركة سبيري في تأخير العقاقير زي عقارة اجرس اللي اخروا نزولوا لان تأخير العقاقير ده ممكن يموت الناس احنا كمان بنتعاون مع كل المسؤولين الكبار هنا عشان شركتهم تساعدنا في تطوير شينكي وهنخلي تسوكي هو اللي يكسب الانتخابات لانه شاب صغير وهيجمع الناس حواليه واللي عايزك تعرفه ان احنا ملناش علاقة بموتينة با وثوميو فسيزاكي قال له انا مش مصدق فموريناجا قال له لا صدق احنا لو اتلناهم كنت يخليك توقف التحقيق في القضية بس ده ما حصلش والسيزاكي بعد ما سمع كلامهم بالليل لا في الاخبار ان تسوكي يكسب الانتخابات زي نمره ما قال له فتاني يوم راح لموريناجا وقال له انا هكمل تحقيق في موتينة با وثوميو ومش هسكت غير لما حقق العدالة وراح بعد كده حكى لكوجين كل حاجة ولما رجع مكتبه كوجين كلمه وقال له جات لنا معلومات ان البنت اللي زارت هنا بقى معا ومن شهرين زارتوا لوحدها قبل ما يموت بيوم وما نعرفش هي مين ولا راحت له قبل موته بيوم ليه فسيزاكي راح لموريناجا وموريناجا قال له كنت هبعتلك في حاجة حصل اتسوكي ومساعدين واختفهم بارح واخدوا معاهم كل ملفات الانتخابات السرية وده خطر على مبادرة شينكي عايزينك تدور عليهم فسيزاكي قال له انا عايز استجوب البنتين دول البنت الاولى اللي فهم يومت في شقيتها والتانية دي راح تلقينب قبل ما يموت بيوم فاموريناجا قال له اللي انت ما تعرفوش انهم مش بنتين هي نفس الشخص هي بنت واحدة بس بتقدر تغير شكلها وبتقدر تضلل اي راجل والبنت دي هي نفسها اللي انت حققت معها قبل كده وقالت لك ان اسمها اميكو بس اسمها الحقيقي ماجاسي اي اتسوكي هو اللي جابها ودخلها في كل اللي احنا بنعمله عشان كده لازم تلاقي اتسوكي فسيزاكي تفاجئ وراح قبل هانتا وكوجين وكوجين قال له ماجاسي اي دي موريناجا قال لك ان هي بتقدر تضلل اي راجل زاد ان كل اللي شافوها ماتوا معنى كده ان هي اللي ضللتهم وتحكمت فيهم وخلتهم ينتحروا اينا باوفهم يوماتوا بسببها وهم بيتكلموا لو في الاخبار ان في 64 واحد هينتحروا من فوق مبنى بلدية شينكي فرحوا لهناك بسرعة بس وهم في الطريق سيزاكي جالوا مكلمة من رئيس فريق فك التشفير وقال له احنا فكنا شفرة كمبيوتر اينا باوعرفنا انه كان بيطور عقار بيخلي الناس تنتحر فسيزاكي عارف ان في شخص غامض عايز يتحكم في الموت ويموت اي حد هو عايزه والشخص ده عايز يموت الناس من خلال عقار او من خلال ماجاسي اي اللي بتضلل الرجالة وبتخليهم ينتحروا وفعلا شوية ويتسوكي ظهر من خلال فيديو وقال لكل الناس احنا بقينا بنملك قوة كبيرة وبنتحكم في الموت وهنقدر نخلي اي حد عايز ينتحر انه ينتحر بسهولة وهنسمي ده قانون الانتحار وشوية والاربعة وستين شخص اللي واقفين على مبنى البلدية انتحروا فسيزاكي قال انا فهمت حرف الاف اللي كان في ورقة اينا بدا بيرمز لكلمة فيميل اللي بتعني انسى والمقصود بيها ماجاسي اينا با كان بيحذرنا من ماجاسي وتاني يوم مورينا جعل لسيزاكي لازم نقبض على اي تسوكي هو كده خرق اتفاقنا معاه وخرق مبادرة شينكي وبيخلي الناس تنتحر انا هجيبلك حد يساعدك في التحقيق وفعلا تاني يوم جات واحدة اسمها سكره عشان تساعد سيزاكي وقالت له انا عمي يبقى نائب وزير العدل وهو اللي بعتني هنا عشان اساعدك وبدأوا التحقيق بس سيزاكي ما كانش لايه اي مادة في القانون الياباني تخلي تسوكي مدان خصوصا ان ما فيش حاجة ملموسة تثبت ان هو اللي بيخلي الناس تنتحر وكمان سيزاكي ما كانش قادر يعرف تسوكي فين وشوية وتسوكي نزل بيان بيقول فيه انه هيعمل تصويت على قانون الانتحار في شينكي وبعد الخبر ده هانتا جيل سيزاكي وسكره وقال لهم كده شينكي هيبقى فيها حدثين الحدث الاول هو التصويت على قانون الانتحار والحدث التاني هتبقى الانتخابات البرلمانية لان شينكي لازم يبقى لها برلمان والتصويتات والانتخابات دي هتغضع لقوانين شينكي اللي هي قوانين خاصة غير قوانين توكيو زي مثلا ان في قانون بيسمح للاطفال انهم ينتخبوا او حتى يرشحوا نفسهم وكمان في قانون بيلزم اي مرشح للانتخابات البرلمانية انه يعلن موقفه من قانون الانتحار سواء بالقبول او الرفض ومشي سيزاكي بعد كده ورح بالليل لنماره ونماره قاله تسوكي خرق اتفاقنا وهو دلوقتي بقى عمدة شينكي عشان كده انا هترشح للانتخابات البرلمانية في شينكي وهكسب عشان ابقى مسيطر على جزء من المدينة وحارب تسوكي هناك فسيزاكي قال في دماغه انا بقى لازم الاقي تسوكي ومجاسي في اسرع وق وكون سيزاكي بعد كده فريق تحقيق بقيادة رئيس وحد التحريات اسمه تراو وسيزاكي قال للفريق احنا هدفنا اننا نلاقي تسوكي وكمان عايزين نقدر ندينه باي تهمة وبدأ فعلا الفريق يبحث عن تسوكي وسيزاكي بعت واحد من الفريق اسمه تسو تسوي عشان يبحث عن مجاسي وتسو تسوي عارف شوية معلومات عن مجاسي زي ان ابوها وامها وجدها اللي كانوا عايشين معاها ماتوا وكمان انها في صغرها كانت بتتعالج عند طبيب نفسي بسبب حادثة حصلت في مدرساتها وعرف سيزاكي ان الطبيب النفسي ده يبقى عام مجاسي واسمه كاباسي وعياته في مدينة كيوتو فاخد سوكرو عشان يروحوله في الطريقة الليها مجاسي دي بتقدر تضل لأي راجل وتسيطر عليه وتخليه انتحر عملت كده مع انا با وفوميو ومش بعيد تكون مسيطرة على تسوكي وهي اللي بتحركه فسوكرو قالت له ممكن فعلا وشوية ووصلوا لكاباسي عام مجاسي وقال لهم مجاسي تبقى بنت اخويا بالتبني لما كانت في اعدادية كانت غريبة الاطوار وفي سبعة من الطلاب اللي معاها في المدرسة قالوا انها مرعبة وبتقدر تدخل جوه عقل اي واحد فيهم وبعد ما بتعمل كده بيشوفوا انها جزبة جدا وما بيقدروش يخرجوها من عقلهم بس انا ما صدقتش كلامهم ده لحد ما ععدت مع مجاسي وفعلا حصل لي اللي حصل لهم ومجاسي دخلت جوه عقلي وبدأت تكلمني في دماغي كانها ساحرة وبدأت اشوفها جزبة جدا وما كنتش قادر اخرجها من عقلي عشان كده افلت عياتي وبعد فسيزاكي خد سكره ومش يوقع لها مجاسي دي ممكن تكون خلت فومي وانابا ينتحره بس انها تخلي 64 شخص ينتحره من مبنى البلدية ده صعب وممكن يكون في قوة تانية بتساعدها وتاني يوم رجع سيزاكي يكمل تحييقه مع فريد تحييق بس تسوكي بعت رسالة للعمة وقال فيها الانتخابات البرلمانية هتتعامل بعد ثلاثة ايام وهيكون معاها التصويت على قانون الانتحار عشان كده انا بدعو لمناظرة بيني وبين المرشحين المعارضين لقانون الانتحار وبعد المناظرة دي الناس هتقدر تحدد هتصوت بالموافقة على قانون الانتحار ولا لا وخلصت رسالة تسوكي فسيزاكي قال لفريقه لازم نلاقي اي حاجة تدين تسوكي قبل ما يظهر في المناظرة بس فاجأ جاله مكلمة من تسو تسوي المحقق اللي بيرائب ماجاسي ولا ماجاسي هي اللي بتكلمه بعد ما سيطرت على تسو تسوي وقالت له انا هبقى البطلة اللي هتنقذ العالم وهقتل المحقق دا دلوقتي وفعلا شوية وتسو تسوي انتحر فسيزاكي يحس بالفشل وقعد مع كوجين حزين وقال له احنا فشلنا ومش لقين دليل ندين بيه تسوكي وبالليل سيزاكي يكلم مراته وتطمن عليها هي وابنه وتاني يوم راح لفريق التحيات وقال لهم احنا مقدم نشغر حل واحد احنا هنخطف تسوكي بعد المناظرة انا عارف انها جريمة بس مفيش حل غير دا وفعلا كلهم اتفوا وجي يوم المناظرة وقعد تسوكي في برنامج تلفزيوني قدام اربعة من مرشحين البرلمان المعارضين لقانون الانتحار وكان منهم نمارو وبدأ اول اتنين من المعارضين يتكلموا ويقولوا ان قانون الانتحار سيء لانه بيعمل خسار بشرية وده بيأثر على الاقتصاد وكمان سيء من الناحية الاخلاقية لانه بيدمر المجتمع وبيخلي الموت شيء عادي والمعارض التالت اتكلموا اتهم تسوكي انه هو اللي قتل الاربع وستين شخص اللي انتحروا من مبنى البلدية وتكلم نمارو بعدهم وقال ان البشر عمرهم ما هيعرفوا يطبقوا قانون الانتحار لان البشر عندهم عواطف وده هيأثر على قرارهم وبعد ما المعارضين خلصوا اتسوكي تكلم وقال لهم انتوا تطرقتوا للجانب الاقتصادي لان من وجهة نظركوا قانون الانتحار هيزود عدد المنتحرين بس ده مش صح مش شرط عشان القانون موجود ان المنتحرين يزيدوا القانون بيدي حق الاختيار مش اكتر بالنسبة بقى للجانب الاخلاقي فده بيتغير مع الزمن يعني مثلا الانتحار لو ما كانش مقبول زمان ممكن الناس تتقبلوا دلوقتي لان بقى في ناس كتير عايزة تتخلص من حياتها واحنا هنساعدها اما بقى بالنسبة لله لنمارو وان القانون هيتأثر بعواطف البشر فده مش هيحصل لان مش بشري واحد هو اللي هياخد القرار يعني لو حد عايز ينتحر هيقعد مع مجموعة من الناس ويحكي لهم وهم اللي هيقرروا ويطبقوا على القانون ولا لا فنمارو قاله برضو قررت البشر هتأثر وانا هزبتلك ونمارو بعد كده دخل طفل لبس كناع وقلت سوكي الطفل ده نزل فيديو على الانترنت من كم يوم وكان بيستغيث فيه بالناس لان ابوه مؤيد لقانون الانتحار وعايز ينتحر والولد ده كان عايز ينقذ ابوه والولد ده هيرشح نفسه في الانتخابات البرلمانية وارهنك انه هيكسب لانه هيصير عواطف الناس هو ده اللي كنت بكلمك عنه فاتسوكي يامو قاله وانا ما عنديش مشكلة في اللي انت بتقوله وراح تسوكي للولد وخليش له قناع وقل لنمارو وانا كمان ما عنديش مشكلة انه يرشح نفسه لان الولد ده يبقى ابني انا ابوه المؤيد لقانون الانتحار فكل اللي في الستوديو يتفاجه وكملت سوكي وقال هو اسمه طاي ومريض قلبه وانا كنت عايز انتحر عشان ياخد قلبي بعد ما موت ويعيش انا هدفي ان الموت يبقى شيء ايجابي ان ساعد بالناس زي ما انا عايزة ساعد ابني المريض وبعد كلام تسوكي الناس بدأت تتعاطف مع قانون الانتحار والمناظرة خلصة فسي زكيال لفريقه واحنا هنخطف تسوكي دلوقتي بس شوية وحاس بحركة غريبة ولا كوجين بيندح عليه ولما راح له لقامه صاب في رجله وقال له ماجاسي هنا همست في ودني وسيطرت علي وانا اصبت نفسي عشان اقدر اخرج من سيطرتها بس ما قدرتش اهرب احسن ماجاسي دي شر كبير بيفوك قوة البشر وكوجين بعد كده ضرب راسه وانتحر فجري سيزاكي يشوف بقي فريق التحقيق فلاهم كلهم انتحروا بعد ما ماجاسي همست في ودنهم فقعد يصرح بس عارف ان سوكرو ماماتيتش وماجاسي خطفتها واخدتها معاها فتاني هو معت في المكتب مش عارف ينقل سوكرو ازاي وشوية وجدت له رسالة من موبايل سوكرو لما فتحها لقى فيها لينك الفيديو ولما فتح الفيديو لقى ماجاسي بتكلمه وكانت ربطة سوكرو وقالت له انا هعمل حاجة دلوقتي هي خليك تقول لي اقافي وما تكمليش فسيزاكي ترعب ومسكت ماجاسي فاس وقعدت تقطع في جسد سوكرو وقالت له سيزاكي انا مش عارفة ليه انت شايف الموتش سيء فسيزاكي يقعد يعيط وقال لها اقافي كفاية بس ماجاسي ما وقفتش وقتلت سوكرو ومن بعدها دخل سيزاكي في حنت اكتئاب وبقى بيسكر ويتخيل انه شايف ماجاسي وما كانش قادر يعرف ايه هي العدالة اللي هو لازم يطبقها وخد اجازة من الشغل وقاعد في البيت مع مراته وابنه اللي اسمه عسمة بس موريناجا في يوم بعت له وقال له التصويت على قانون الانتحار خلص ومؤيدين وكانوا اكتر من معارضين وخلاص القانون هيتطبق في شينكي وبقى في منظمة دا عمل الانتحار وعقاره الانتحار اللي انا بقى كانت بيتطوره قبل ما يموت انتشر واعتقد انه هيوصل للعالم كله ونسبة الانتحارها تزيد بس كويس ان الايام اللي فاتت نسبة الجريمة قلت احنا خلاص فشلنا عشان كده انا هستقيل ومشي سيزاكي بعد كده من عنده ولما روح البيت عارف ان قانون الانتحار اتطبق في مدينة كندية فقال في دماغه ودي كارثة بس شوية وجال واحد وقال له انا عميل من المباحث الفيدرالية الامريكية واسمي سامول عايزك تقول لي كل حاجة عن حوادث الانتحار احنا بدأنا نحقق عشان مش عايزين قانون الانتحار دا ينتشر في العالم فسيزاكي قال له انا موافق بس بشرط اني انضم لكم في التحقيق وفعلا سيزاكي انضم للتحقيق وراح امريكا مع سامول وسامول اتكلم مع واحد من زميله في المباحث الفيدرالية اسمه تايلر وقال له ان سيزاكي هينضم لهم في التحقيق فتايلر راح لرئيسهم في المباحث الفيدرالية اللي اسمه ادموند وبدأ يتابع مع القضية وشوية وعرفوا ان في مدينة في فرنسا طبقت قانون الانتحار وكمان مدينة في امريكا اسمها هارتفورد فايلقه وراحوا لرئيس امريكا اللي اسمه اليكس وشرحوا له كل اللي بيحصل بس الاول خلينا نعرف شوية عن اليكس رئيس امريكا اليكس من صغره وهو مفكر بي لا يحلل اي مشكلة تواجهه ولما دخل الجامعة بدأ يلعب لعبة على الانترنت وتميز فيها وبقى الاول على مستوى العالم في اللعبة وتعرف من خلالها على واحدة جميلة اسمها ايمة وكان حاسس ان ايمة عمرها ما هترتبط بي لانها جميلة جدا بس اللي حصل عكس كده و ايمة تجوزته وخلفه ولد اسمه اوليفر وعلى مدار 8 سنين من الجواز اليكس كان بيروده سؤال مش لقيله اجابة والسؤال هو ايه اللي خلى ايمة تتجوزه والسؤال ده فضل معاه لحد ما بقى رئيس امريكا دلوقتي والكس لما سمع من تايلر وادموند تواصل مع عمدة هارتفورد المدينة اللي طبقت قانون اللي انتحار في امريكا وهدد العمدة وقال له انه ممكن يبعد جيش لمدينة هارتفورد ويسيطر عليها وشوية وسيزاكي جيل الالكس وحكي له كل حاجة عن ماجاسي ويتسوكي وقال له ماجاسي دي خطيرة واعتقد ان لها علاقة بالمدن اللي بتطبق قانون اللي انتحار دلوقتي ممكن تكون سيطرت على حكامها عشان يطبقوا القانون فالكس خلاه هو وصامويل يحققوا وراء عمدة هارتفورد عشان يقدروا يوصلوا الماجاسي وافتحقهم عرفوا ان عمدة هارتفورد زار منشأة لرعاية الاشخاص اللي خلاص بيموتوا والزيارة دي كانت قبل ما يطبق قانون الانتحار بيومين فرحوا المنشأة وعرفوا ان العمدة وهو هناك جاتل ومكالمة من واحدة وطلعت ماجاسي هي اللي بتكلمه وسيزكي يتأثر بصوتها وعرفوا ان هي اللي سيطرت على العمدة عشان يطبق قانون الانتحار وكانت بتكلمه من المانيا وشوية وعرفوا ان في مدينة في المانيا ومدينة في ايطاليا طبقوا القانون فالكس يكلم رئيس الوزراء الالماني ورئيس الوزراء قال له واحنا مش هندخل وهنسيب الناس هي اللي تقرر قانون الانتحار صح ولا غلط وبدأ من بعدها الشك يدخل في عقل عالكس وما كانش عارف الانتحار صح ولا غلط ورجع عصر وقعد مع ايه ممراته شوية واستدعى سيزكي وقال له انت شايف الانتحار صح ولا غلط فسيزكي قال له الانتحار بيعني الموت وانا بكره الموت لانه خد ناس كتير بحبهم عشان كده الانتحار بالنسبة لي غلط وانا مش هسكدر لما قتل مجاسي واحمي الناس من شرها فعالكس قام وقال له انت من النهاردة هتبقى عميل رسمي في المبحث الفيدرالية وهنسلمك سلاح ارجوك استغل السلاح في الصح واسمع الاوامر فسيزكي قال له حاضر وتاني يوم اتسوكي عمل مؤتمر صحفي وقال في ان في مدينة بريطانية طبعت قانون الانتحار وكده بقى في سبع مدن في العالم مطبعين ووتسوكي قرر انه يعمل اجتماع لقوادة السبع مدن دول عشان يتحدوا ويتنقشوا في القانون فالكس دعا الاجتماع بين حكام الدول اللي اتطبق قانون الانتحار في مدن عندهم كندا والمانيا وايطاليا وبريطانيا واليابان وفرنسا وفعلا اجتماعوا تاني يوم ورئيس وزراء كندا ورئيس وزراء المانيا ورئيس ايطاليا اعلنوا دعمهم لقانون الانتحار بس رئيس فرنسا ورئيس وزراء بريطانيا اعلنوا رفضهم للقانون ورئيس وزراء اليابان قال لهم اليابان محيدة وملناش رأي خاص اللي هتتفقوا عليه كلكم بالاجماع هنوافق عليه فالكس اتكلم في الاخر وقال لهم عشان نعرف قانون الانتحار صح ولا غلط لازم الاول نتكلم ونعرف ايه هو الخير وايه هو الشر عشان نورى سجل اللي بعدنا مفاهيم صحيحة فكلهم اقتنعوا انهم يتناقشوا بموضوعية في سؤال ايه هو الخير وايه هو الشر وبعد مناقشة طويلة في مفهوم الخير والشر تسوكي طلع في مؤتمر وقال انا اجتمعت في شينكي مع قادة المدن اللي طبقوا قانون الانتحار احنا دلوقتي في مبنى البلدية وكمان في تحت مبنى البلدية مئة الف من سكان شينكي الداعمين للقانون وفي بنت منهم طلعة دلوقتي على المبنى عشان تنتحر بس في مشكلة البنت دي لسه مش عارفة هل الانسب لها انها تموت ولا تعيش عشان كده انا عايز الكسي رئيس امريكا يكلمها ويقول لها تموت نفسها ولا تعيش فسيزاكي قال له ده خطير البنت دي ممكن تكون مجاسي فالكسي قال له انا هكلمها من خلال مترجم بيفهم اللغة اليابانية فسيزاكي قال انا اللي هترجم بس سامول جي وقال له انا بفهم ياباني وانا اللي هترجم وفعلا بده والبنت كلمت االكسي من خلال سامول وقالت له انا اسمي كناي ما كنتش طفلة مميزة اقول لما وصلت سنوية حبت واحد وخلفت منه بس هو سابني وما فضليش غير ابني منه وبس بعد فترة ابني هو كمان بقى مريض ومات عشان كده بفكر في الانتحار فالكس قال لها انا مقدر احساسي بس انا مش هادر اقولك دلوقتي ايه اللي احسن الانتحار ولا انك تعيشي لاننا ذات نفسي مش عارف انا لازم افكر الاول وتأكدي اول ما وصل لاجابة هقولك عليها فكان ايه ضحكت وقالت له هستناك ورجعت وما انتحرتش وكله فرح وقعد االكسي بعد كده يفكر وقال في دماغه اللي حصل ده خير وفرح الناس الخير هو الاستمرار في الحياة لان الاستمرار هيخلينا نفكر اكتر ونصلح اكتر الانتحار هو الشر الانتحار بيعني النهاية والنهاية عمرها ما كانت خير لأي حد انا لازم اقولك كلام ده لك اناي بس االكس لما جاي حط السماعة اللي كان بيتواصل بيها مع سامول لا ماجاسي بتكلمه وسيطرت عليه بعد ما سيطرت على سامول وجزء من الحرس وخلتهم ينتحروا فسيزاكي قال لي تايلور وقفوا االكس بسرعة وقل للحرس يشيلوا السماعات من ودنهم ماجاسي هنا واعدوا الحرس يدوروا على االكس لحد ما سيزاكي لايه في السطوح وهينتحر والكاميرات كانت بيتصور فقالك سأل لي سيزاكي اللي انا بعمله ده غلط ماينفعش انتحروا قدام الناس كده هيفهموا ان الانتحار هو الصح مافيش غير حل واحد انا اسف فسيزاكي قال له انا فهمت انت اصدق ايه وسيزاكي ضربوا بالمسدس بتاعه وقتلوا عشان ماينتحر شو فجأة ماجاسي جات من وراه وسألته عرفت ايه هو الخير وايه هو الشر فرفع عليها المسدس وقال لها اه الخير هو الاستمرار والشر هو النهاية وانتي زي الشيطان اللي بيهمس في ادننا عشان نعمل الشر بس قبل سيزاكي مايقتلها ماجاسي خلته ينتحر وبكده يبقى خلص انيمي بابلون ايني بابلون انتك سنة 2019 ولو حابب تتواصل معنا فاحنا عملنا بيجي جديدة على الفيسبوك هتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو واعمل لها فولو لو عايز يوصلك كل جديد عن القناة في النهاية لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للحلقة